ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب أعوذ بالله السمع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر وروجز فهجر ولا تمنوا وتستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبني لشهودا ومهدت له تمهيدا ثم يقمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدرك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكم وما جعلنا عدةهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أعوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب ولا يرتاب الذين أعوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لما هو شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كذبت رحينا إلا أصحاب اليمين في جنات يتسادون عن المجرمين ما أسلككم في سقر قالوا قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حضر مستهفرا فرت من قسورا بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى صحفا منشرا كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرا وما يذكرون إلا أن يشاء الله الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر